اجراءات جديدة اتخذتها الحكومة السوائدية لمواجهة تدعيات ازمة كورونا والحد من تأثيراتها على سوق العمل والوظائف اكثر من عشرة مليارات كورونا اضافية خصصة لصندوق تأمين البطالة رئيس الحكومة قالها بصوت عالي لن نترك العمال والموظفين لوحدهم في الاسمة من سلسلات الاجراءات الجديدة التي كان احدثها صباح اليوم الترثاء الحصول على تعويض كامل شهر مارس اذار في حال سجل الشخص في يوم الحادي والثلاثين من مارس في صندوق تأمين البطالة اكاسا وبمواجه بالتدابير التي اعلنتها الحكومة سيتمكن الذين يعملون بعقد خدمة اضافية اكستراشنست او وظيفة المرة الاولى نيستارت سيوب من تمديد مدة عملهم عاما اضافيا سناديق التأمين ضد البطالة ستغطي عددا اكبر من الاشخاص ويشمل ذلك من كان لديهم دخولا مؤقت الى سوق العمل من بين التدابير ايضا تسهيل الحصول على تأمين البطالة عبر خفض المدة اللازمة للعمل من سنة الى ثلاثة اشهر ورفع الحد الاقصى للتعويض اليومي الى 1200 كرون لأول مئة يوم من التعطل كما رفعت المبلغ الاساسي من 350 كرون الى 510 كرونات يوميا لأولئك الذين كانت لديهم وظائف بدوام كامل هذه الاجراءات تأتي في ظل توقعات بان يصل عدد العطلين عن عمل في السويد الى نصف مليون شخص جراء تدعيات ازمة كورونا ترجمة نانسي قنقر